بالنسبة للحوار لعل الصدر صعد من سقف المطالب حتى يتحصل على مطالبه المهمة كرئاسة الوزراء والوزارات التي تدر المال ويقصى للخصوم لكن السؤال ليس هنا هل نبقى نحن كعراقين ندور في هذه الحلبة يجب أن نرضي الصدر أم ماذا هل وضع الله علينا شرطا أن نعيش في هذا البلد على كل عراقين يجب عليهم إرضاء الصدر هل أتوجد هكذا معادلات في الحكومات وفي البلاد الصدر ليس ملكا على العراق اليوم وليس رئيس الوزراء ويمثل تيار ديني سياسي الإسلام السياسي الذي يتحدث عنه الصدر هو يمطبقه في حذافيرة تيار ديني سياسي بل ذهب الصدر إلى أكثر من ذلك أراد أن يطبق ولاية الفقير في العراق بحذافيرها وليس فقيرا جامعا للشراف بأن يكون مرجعا لذلك كل هذه التناقضات تخرج على شكل تغريدات من شخصية مبهمة وزير القاعد حمد صالح عراقي إلى آخره صالح عراقي أنا كدولة وأنا أدعو كل جميع السياسيين إلى أن يلتفوا ويجدوا مخرجا منطقيا للوقوف أمام هذه الظاهرة هذه ظاهرات تهدد كل ما يمكن أن يكون في العراق كل بناء العراق كل المبتسبات العراقية أنا لا أستطيع أن أعيش في ظل بلد وأن أضمن وجود حكومة قوية وأنا أتعرض للتهديد من خلال تغريدة من شخص اسمه وهمي ليس لديه صفة كيف أنا اليوم أطلق على نفسي قائد سياسي أنا أخاطب الأخوة بالإطار والأخوة بالكردستاني والديمقراطي والعزم وتقدم وكل الأحزاب المنضوية اليوم المشكلة لهذه الحكومة التي لديها ممثلين شعب انتخبوا في انتخابات شابها ما شابها من تزوير أفرز لدينا 73 مقعد للكتلة الصدرية أنظر إليكم أينما وقفكم اليوم من الدولة أدعو السنة والكرد الذين وقفوا وقفة المتفرج وهم ينظرون إلى أخواتهم الشيعة يتقاتلون وصلوا إلى حد يعني السفك الدماء أن يتدخلوا كل ما يحصل خلاف سنة سنية تدخل الشيعي ليطفائه الخلاف الكرد الكردي يتدخل الشيعي لماذا أنتم اليوم ساكتون تمام لماذا هذا الصمت أمام هذه المشكلة وما يجري اليوم من اختطاط لأصواتكم ولأرائكم ولناخبكم ولهذه الدولة المدنية كما تقولون والديمقراطية أين الديمقراطية؟ وأنا أتعرض للتأديد وأسكت لماذا هذا السكوت؟ لماذا هذا الجبن من قبل كل الأطراف اليوم العراقية؟ لماذا؟ فيها قليلة تختطف من الدولة؟ لماذا؟ إذا كنتم متواطئين أو لستم مؤهلين هناك من يشد هذه الثغرة التي وضعتمونا الآن في مأزق من أجلها لماذا؟ إرضاء لفلان أو فلان الوطن أكبر من المسميات الشعب أهم من القائد السياسي والقائد أهم إنصاف الشعب المظلوم هذا الشعب الذي عانى ولا يزال يعاني منذ الخمسينات القرن الماضي حتى هذه اللحظة لماذا؟ متى تتكون لدينا العقلية القيادية السياسية التي تطبع الشعب قرل التضبط في الأوية الحزبية بينها؟ فلا استثناء كلكم شركاء اليوم لأنكم تركتم سلة صغيرة متمثلة بالطيار الصدري بأن تتحكم بمصير هذا البلد تمام